وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضرل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبة في الله ذكر الإمام بن قيم رحمه الله تعالى أنه ما من أمر أمر الله جل وعلا به إلا وسعى الشيطان في إغواء عباد الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر إما إلى إفراط وإما إلى التفريط فظل بعضهم إلى التفريط والتميع وظل آخرين إلى الإفراط والتشدد والغلوب أظل فريقا منهم بالتميع والتساهل في دين الله والانحراف عن منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا التميع والتساهل يتمثل في منهج الجهمية ابتداء والمرجئ عموما في بعض الجوانب من الدين إلى أن وصل إلى المميعة في عصرنا الذين انتسبوا إلى السلفية والسلفية بريئة منهم والسلفيون منهم براء تعرفون أحبة أن فتنة المميعة ظهرت منذ سنوات وعلماؤنا الأجلاء قاموا بالرد عليهم وتفنيل شبهاتهم وكشف عوارهم والتحذير منهم ونصح المسلمين كي لا ينخدع به وفي مقدمة هؤلاء علماء المدينة بفضل الله وعلى رأسهم الشيخ الإمام ربيع بن هادي حفظه الله وغيرهم من المشايخ قاموا بالرد على هذه الفرقة المميعة وفي وقتها بفضل الله ساهمنا جهد المقل في الرد على هذه الفرقة وكتبنا بعض الرسائل في التحذير من هذه الفرقة ونصح شبابنا وإخواننا كي لا يتأثر بالمنحرفين المميعين ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت فرقة أخرى هي أشد خطراً على أهل السنة من المميعة والدليل على قول هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلوب في الدين إنما من أداة الحصر إنما أهلك من كان قبلكم الغلوب الغلوب في الدين خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين أشد من خطر المرجعة وكذلك خطر الحدادية أشد من خطر المميعة وكلاهما على خطر وكلاهما على شر وكلاهما في انحراف وينبغي الحذر منهما والتحذير منهما وبين يدي رسالة للشيخ ربيع حفظه الله باسم خطورة الحدادية الجديدة نقرأها أو نقرأ بعض في قراتها لأن الوقت لا يسع لقراءتها كلها لكي نكون على حذر من هذه الفرقة الخطيرة التي تنتسب إلى السنة والسلفية والسلفية بريئة منها قلنا هناك من هو أشد تمييعاً من المميعة ألا وهم المرجعة ولكن المرجعة ما ينخدع بهم أحد من المسلمين ما ينخدع بهم أحد على أنهم من السلفية أو من أهل السنة مكشوف أمرهم أنهم ليسوا من أهل السنة والخوارج كذلك أشد خطراً وأكثر حرافاً من الحدادية ولكن كذلك نقول هؤلاء ليسوا من السلفية ولا يقولون نحن سلفيون بل هم يطعنون في السلفيين إلا أننا نسمع أحياناً ومن بعضهم من يسمي نفسه بالسلفية الجهادية أما غالبهم فهم لا يريدون السلفية ولا يرضون بها ولكن المميعة والحدادية كلاهما ينتسبان إلى السلفية وهذا ما أوجب تبرئة السلفية منهما وهما شوها السلفية وأهلها المميعة من جهة بتمييعهم وتضييعهم لأصول السنة والحدادية بتشددهم وتنفيرهم المسلمين من السنة وتحريفهم لأصولها قلت وبفضل الله جل وعلا في وقتها رددنا على المميعة وكتبنا ما استطعنا أن نكتب في الرد على المميعة وحذرنا منه قدر استطاعتنا واليوم نلاحظ أن الحدادية وأن هذا الفكر الخبيث قد انتشر فينبغي الحذر والتحذير يقول الشيخ حفظه الله تعالى بعد البسملة والحمد له يقول يرد على شخص من الحدادية أو نقرأ ما قاله حفظه الله يقول فإن من يستقرئ أحوال الحدادية الجديدة وكتاباتهم ومواقفهم يدرك أنهم يسيرون على منهج فاسد وأصول فاسدة يشابهون فيها الروافض وسوف أعرض في هذا المقال ما تيسر منها نصيحة للمسلمين وللسلفيين منهم بصفة خاصة وللسلفيين منهم بصفة خاصة ليحذروهم وليحذروا منهم ومما ألجأني لبيان شيء من أصولهم وأحوال هذه الفئة الضالة إسرافهم في السب الشنيع والبهت الفضيع الذي ينشر في موقعهم المسمى بالأثري إسرافهم في السب الشنيع والبهت الفضيع هذا ديدنهم وهذه صفاتهم وعادتهم ننتقل يا أخوة إلى صفاتهم يقول حفظه الله الوجه الأول التقية الشديدة هؤلاء لا يعترفون بأنهم حدادية ولا يعترفون بشيء من أصولهم وما ينطون عليه إذا قلت للحدادي أنك حدادي أنك لست سلفيا عنده التقية قل لا أنا لست حدادية أنا سلفي أنا على منهج السلف هذه الصفة الأولى التقية يعني أرجو أن تدونوا هذه النقاط رؤوس النقاط من صفاتهم الصفة الأولى أو الوجه الأول التقية الشديدة لا يعترفون بأنهم حدادية الوجه الثاني السرية الشديدة في واقعهم حيث يكتبون تحت أسماء مجهولة يكتبون تحت أسماء مجهولة يشتغلون بالسرية ويكتبون ويردون بالسرية تجد كلماتهم الخبيثة وردودهم السيئة لكن ليست بأسمائهم الصريحة لا أحد يعرف من الذي كتب هذا يكتبون الكتابات ولا أحد منهم يجرؤ أن يكتب اسمه لا أحد يعرف السرية أو يستخدمون الأسماء المستعارة أو الكنة أو فلان أو الألقاب الأثري أو السلفي أو فلان وفلان بدون أن يكتب أسماءهم الصريحة الصحيحة هذا من علاماتهم وإلا فالسلفي الصادق يكتب اسمه ويصرح باسمه ولا يبالي ولا يخاف الوجه الثالث رفضوا أصول أهل السنة في الجرح والتعديل رفضوا أصول أهل السنة في الجرح والتعديل وتنقصوا أئمة الجرح والتعديل ثم ذكر أمثلة حفظه الله يعني ماذا يقصد بهذا أنهم لا يقبلون من كلام أئمة الجرح والتعديل إلا ما يوافق أهواءهم ما يقبلون من كلام أئمة الجرح والتعديل إلا ما يوافق أهواءهم إذا جاءهم عن إمام من أئمة الجرح والتعديل تعديل لشخص ما لا يهونه ولا يحبونه يضربون به عرض الحائط ولا يقبلونه وفي الوقت نفسه يدعون محبة العالم هذا لكن ما إن جاءهم كلام يحتمل تجريحا وليس تجريحا صريحا طاروا به شرقا وغربا ما بالكم لا تقبلون هذا وتقبلون هذا إذن يقبلون كلامهم على مزاجهم على ما يوافق أهواءهم لا على ما يوافق الأصول العلمية لعلم الجرح والتعديل الوجه الرابع يا أخوة رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد وهذه نقطة مهمة رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد الحداذي لا يعرف شيء اسمه المصالح والمفاسد لا يعرف هذا قل أنت لابد أن تصرح بكل شيء ولا تبالي تحدث مفاسد ومشاكل وفتن لا تبالي أهم شيء أنك بحت بالحق أما ما يترتب على كلمتك هذه من المفاسد بل من سفك الدماء ومن الفتن لا تبالي أنت لا تؤخذ على هذا لست مؤخذاً على هذا أهم شيء أنك تقول كلمة الحق في نظره قال كلمة الحق بدون النظر إلى عواقب الأمور إلى مآلات الأمور وهذا مخالف لمنهج السلف منهج أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ينظرون إلى مآلات الأمور قول الحق هذا أحياناً قد تقول كلمة هذه الكلمة تكون لبعض الناس فتنة فلا تقولها تكون لبعض الناس فتنة لا أقولها لهؤلاء أو في هذا الزمن أو في هذا الظرف ليس من المصلحة أن تقول هذا الكلام فلا تقول هذا الكلام يا أخي فمراعاة المصالح والمفاسد من أصول أهل السنة والجماعة والحدادية لا يعرفون هذا لماذا؟ لأنه ليس فيهم علماء ليس فيهم علماء يا أخو فيهم شباب صغار أو أنصاف المتعالمين كما ذكر بعض أهل العلم العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تعالم يتعالم يرى أنه صاحب علم كبير ولا أحد يدانه أو يقاربه ومن دخل في الشبر الثالث وصل في الشبر الثالث تواضع وعلم أنه ما عنده الشيء فآفة هؤلاء الحدادية كآفة الخوارج التكبر والتعالم أقزام صغار حدثاء الأسنان يتطاولون على الكبار قرأت مرة لبعض الخوارج رسالة الرد على ابن بأس الرد على ابن عثيمين ومن الكاتب هذا الراد نكرة لا أحد يعرف من أنت لا أحد يعرفك أصلا ولم تكتب اسمك الصريح ويرد على ابن بأس ويرد على ابن عثيمين ولا أحد يعرف من هو وهكذا هؤلاء الحدادية أقزام صغار لا يعرفون المصالح والمفاسد وإذا قال داعية أو عالم أو طالب علم قال كلاما وفق مصلحة أو راعى في هذا الكلام مصلحة وخاف من مفسد مثلا هؤلاء يشنعون عليه ولا يعرفون وجه الحكمة في هذا الأمر ويرون أنه جانب الصواب أو أنه ظل أو أنه انحرف مع أنه لم يقل باطلا لم يقل باطلا وإنما يراعي الحكمة ويراعي مآلات الأمور ويتصرف بحكمة يريد أن يجلب الخير ويدفع الشر فقال الشيخ هؤلاء رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد الوجه الخامس رفضوا أصول أهل السنة في الأخذ بالرخص في الأصول والواجبات ورفضوا أقوال علماء السنة في بيان الأحوال التي يرخص فيها الشرع الحكيم وتجاهل النصوص القرآني والنبوية في مراعاة المصالح والمفاسد والأخذ بالرخص وَأَرَادُوا تَكْبِيلَ الْمَنْهَجِ السَّلَفِي وَأَهْلَهُمْ بِآصَارِهِمْ وَأَغْلَالِهِمْ المُهْلِكَةً لاحظوا هذا يا أخذ أرادوا تكبيل المنهج السلفي وأهله بآصارهم وأغلالهم يعني تقييد تقييد المنهج السلفي والعلماء السلفيين والدعاة السلفيين يقيدونهم بماذا؟ بأغلالهم وبقيودهم من يقيد من؟ الواجب أن يقيد العالم المربي هو الذي يقيد الصغار يقيدهم بالعلم لكن إن عكس الأمر يأتي الصغير الغر الجاهل يريد أن يقيد العالم المربي الحكيم بقيود من جهله وقلة علمه وحماسته يريد أن يقيده أنك أخطأت أنك خالفت أنك ابتدعت أنك فعلت يريد من العالم أن لا يتحرك وأن لا يدعو وأن لا يقول شيئا هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا ومسكين لا يعرف شيئا أنت لا تعرف هناك أمور تغيب عنك هناك أشياء لا تعرفها بجهلك تريد أن تقيدني وأنت جاهل هناك رخص رخص فيها الشرع ولي أن آخذ بها لمصالح الدينية ودعوية وأنت تريد أن تقيدني لمصلحة من ولمصلحة ماذا فماذا قال الشيخ وأرادوا تكبيل المنهج السلفي وأهله بآصارهم وأغلالهم المهلكة يعني لو تترك الدعوة السلفية بيد هؤلاء الحدادية لنفروا الناس عن السلفية وعن الإسلام والدعوة السلفية السلفي الحق يفرح بدخول الناس في هذا المنهج الحق بينما الحداد يفرح يومياً بخروج الناس من المنهج السلفي الحمد لله فلان ضل الحمد لله فلان سقط والحمد لله فلان خرج والحمد لله فلان هلك مع الهالكين يفرح يومياً بماذا يفرح؟ يفرح بسقوط الناس بخروج الناس من دين الله أفواجاً لا يفرح بدخولهم وإنما يفرح بخروجهم وهذا لا يدل على علم ولا تقوى ولا حكمة فالعلماء يا أخو همهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور أما هؤلاء فهمهم إخراج الناس من السنة والسلفية بأدنى شبهة همهم إخراج الناس من السنة والسلفية بأدنى شبهة الوجه السابع السادس إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين كلام من هذا؟ الشيخ ربيع إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين هؤلاء يا أخوة ما يبقون لعالم حرمة ولا لداعية هيبة ولا كرامة أبداً إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين وتنقصهم لهم ورد أحكامهم القائمة على الأدلة والبراهين وخروجهم عليهم وخروجهم عليهم لاحظوا هذه الكلمة خروجهم عليهم إذن الحدادية أيضاً خوارج لكن الخوارج الحرورية خرجوا على الحكام والحدادية خرجوا على العلماء والخوارج خرجوا على الحكام وفي كلا الخروجين إفساد كبير وخطير ولذا يقول الشيخ محمد بازمون الحدادية وجه للخوارج الحدادية وجه للخوارج نعم وجه آخر للخوارج كلاهما خوارج هذا خرج على الحكام وهذا خرج على العلماء فأفسد دين الناس وطعنهم فيهم أي في العلماء وفي مناهجهم وأصولهم القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح قلنا كل هذا الطعن في العلماء وإسقاط العلماء بأدنى شبهة وبناء على ظنونهم وشبهاتهم وشكوكهم الوجه السابع تسترهم ببعض علماء السنة لماذا؟ مكراً وكيداً تسترهم ببعض علماء السنة مكراً وكيداً تسترهم ببعض علماء السنة مكراً وكيداً وهذه خصلة خبيثة خطيرة لما يذكر لك أنه يحب العالم الفلاني ويبجل العالم الفلاني الشباب ينخدعون بهم إذن فلان ليس بحدادي فلان سلفي انظر كيف يثني على العالم السلف الفلاني وكيف يذكر أقواله ويذكر كتاباته ويدرس على كتبه إذن كيف تقول فلان حدادي قال مكراً وكيداً مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم مخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم مع مخالفتهم لهم في مواقفهم ثم ذكر يعني أمثلة على هذا قال ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونه من أهل السنة لماذا يفعلون هذا إذا هو يبغضه يبغض العالم الفلاني لماذا يثني عليه ويمدحه قال ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونه من أهل السنة ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونه من أهل السنة هو ليس رجلاً شجاعاً ولا أحد يلتفت إلى كلامه إذا قال أنا عن نفسي وبنفسي أحاربك وإنما تحت ستار العالم الفلاني والعالم الفلاني يتستر بفلان وفلان ويأتي ويعاديك ويحاربك ويطعن فيك قال ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونه من أهل السنة وليتمكنوا من الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم وليحقق أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض وضرب بعضهم ببعض يحب فلان عجباً لو كنت صادقاً في محبتك لفلان وأنك على منهج فلان إذن لسرت على منهج فلان لكنك كاذب لست بصادق في هذا الدعوة ذكر أن الحدادية في المملكة يا إخوة الذين يدعون أنهم يحبون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويمجدون ويعظمون وفي الوقت نفسه يطعنون في الشيخ الألباني رحمه الله ويتهمونه بالإرجاء طيب عجباً يدعون أيضاً أنهم يحبون الشيخ ابن باس والشيخ محمد بن صالح العثيمين ويطعنون في الشيخ الألباني إذا قالوا نحن نحب ابن باز ونحب محمد بن صالح العثيمين ونحب الفوزان ونحب هؤلاء المشايخ الكبار لا أحد يسيء الظن بهم أو لا أحد يعرفهم على حقيقتهم هؤلاء السلفيون يحبون المشايخ الكبار لا تطعنوا فيهم لا تقول هؤلاء حدادية يا إخوة هؤلاء يطعنون في الألباني يتهمونه بالإرجاء تنبهوا احذروا لا يا إخوة الظهر أن المسألة خلافية المسألة مسألة الإيمان العمل من الإيمان أم ليس من الإيمان وإلا لو كان هؤلاء الحدادية الصادقون في محبتهم لابن باز وابن عثيمين لساروا على منهج ابن باز وابن عثيمين في تقييمهم للألباني أما سئل ابن باز عن الألباني فماذا كان جوابه أما سئل ابن عثيمين عن الألباني ماذا كان جوابه وتقيمه للألباني كان تقيم إجلال وإكبار ابن باز يعظم الألباني ويوقر الألباني ويرى أنه من أئمة أهل السنة في هذا العصر طيب رجل يدعي أنه يحب ابن باز ويخالف ابن باز إذن في الأمر سر في المسألة السر يا أخ لو كان حبه لابن باز صادقاً لسار على منهج ابن باز إذن هو كاذب الأمر فيه شيء هؤلاء حدادية وإلا لو كنت صادقاً في محبتك لهؤلاء المشايخ لسرت على منهجهم ماذا قال هؤلاء الكبار في الألباني ثناء ومدح وتعظيم وتوقير وتبجيل إذن قل مثل ما قالوا وإلا فأنت حدادي خبيث لست على منهج الكبار وإن ادعيت أنك تحبهم وأنك على منهجهم إذن هذه علامة يا إخوة لا ننخدع إذا رأيت شخصاً يطعن في سلفي في داعية من دعاة المنهج السلفي في عالم علماء أهل السنة والجماعة ومع هذا يدعي محبة العلماء السلفيين وهؤلاء العلماء هم يحبون الفلان ابن فلان فاعلم أن في الأمر شيئاً هذا حداذي خبيث يريد أن يتستر له مآربه قال تسترهم ببعض علماء السنة مكراً وكيداً ومخالفتهم لهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم انظر في المواقف أنك تخالفه تخالفه كنت جالساً في مجلس يذكر الشيخ ربيع الآن يعني يضرب المثال بنفسه أقروه عليكم الآن إن شاء الله كنت جالساً في مجلس فقال لي أحد الأخوة لماذا تطعن في فلان وتقول إنه حداذي مع أنه يحب الشيخ ربيعي قلت والخوارج يحبون النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج يحبون النبي عليه الصلاة والسلام هل بهذا خرجوا من الفكر الخبيث الخارجي كونهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام لا لأنهم ليسوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أخي هو يحب الشيخ ربيع قلت لكنه على خلاف مع الشيخ ربيع في مواقفه ما موقف الشيخ ربيع من فلان وما موقف هذا الحداد من فلان على الضد تماما أم لا نعم على الضد تماما إذن قلت فاعلم أنه حداد يكذب وليس على منهج الشيخ ربيع يدعي أنه يحب الشيخ ربيع موقف الشيخ ربيع من فلان كيف قال كذا قلت وموقف هذا الغير كيف قال ضده تماما قلت فاعلم أنه كاذب ليس على منهجه للسنة ليس على منهجه هو حداد لا ننخدع بمثل هذه الأمور الوجه الثامن يقول الدعوة إلى التقليد وهذا ما اخترعه باشميل لما فشل محمود الحداد وعصابته في المواجهات الوقحة للعلماء والطعن الظاهر فيهم اكتبوا الدعوة إلى التقليد فقط في المواجهات الوقحة للعلماء والطعن الظاهر فيهم وأسقط الله الحداد فأراد باشميل المضي قدما بمنهج الحدادية في ثياب جديدة وخلف أسوار وتحت ظلمات المكري فأظهر مكراً احترام علماء نجد زعماً منه أنهم مقلد ودعاة تقليد وحاشاهم من ذلك وقام هو وبعض عصابته بنشاط قوي في دعايات وكتابات استهدفوا بها أهل المدينة فأسقط الله كيدهم وتظاهر بالحماس للإمام محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه فافتعل بأكاذيبه وخياناته عدواً للإمام محمد بن عبد الوهاب ألا وهو الشيخ العلام محدث السلفي محمد الناصر الدين الألباني الموالي للإمام محمد بن عبد الوهاب والسائر على منهجه منهج السلف الصالح افتعل منه عدواً لدوداً لا نظير له للإمام محمد ودعوته ولآل سعود وربط أهل المدينة به ودعا للألباني منهجا خاطئا يسير عليه أهل المدينة لماذا اخترع هذا المنهج ليتمكن من إسقاط الألباني وجهوده خلال ستين سنة في خدمة التوحيد والسنة وإسقاط مواجهته للبدعة وأهلها انظروا إلى هذا الأسلوب الخبيث يا أخوة هذا باشميل الخبيث هناك تزلف من بعض المسؤولين هناك ودعا أنه يحب الشيخ محمد عبدالوها وأن علماء المملكة على منهج الشيخ محمد ولكن الألباني جاء وظهر فجأة ويدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة ونبذ التقليد وعلماء المملكة على المذهب الحنبلي فهذا الألباني على خلاف مع علماء المملكة إذن لا بد أن نعادي الألباني وأن نخالف الألباني وأن نعرف أنه على خلافه وهكذا أبرز أن الألباني على خلاف مع علماء التوحيد والسنة وعلى خلاف مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهذا كله افتراء يا أخوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما دعا إلى التقليد ولا الإمام محمد رحمه الله دعا إلى التقليد ولا غيره من علماء المملكة دعا إلى التقليد وإنما دعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة ولم يكن هناك خلاف بين علماء المملكة ولا بين الشيخ الألباني رحمه الله فيه أصول التلقي تلقي الدين من الكتاب والسنة أبدا لكن هؤلاء ليفرقوا وليتمكنوا انظروا كيف صور أن هناك عداوة شديدة بين الشيخ الألباني وبين علماء المملكة وأن الألباني يريد إسقاط علماء المملكة وإسقاط المنهج السائر في المملكة هذا كل أكاذب وافتراءة يا أخ من الذين يقوموا بهذا هؤلاء الحدادية أخزاهم الله الوجه التاسع أنهم يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء أنهم يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء ومن ينصره في الحق من العلماء يفترون عليهم في ماذا؟ بأنهم مرجئة لا شك هذا افتراء الشيخ ربيع ليس من المرجئة ولا أحد من علماء السلفية من المرجئة بل السلفية في واد والمرجئة في واد بارك الله فيكم لكن هكذا افترى الحدادية في مكان آخر يذكر الشيخ ربيع يقول الحدادية لهم أصل خبيث ما هو هذا الأصل الخبيث؟ وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منه فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج يعني انظر يا أخوة إذا رموا إنسانا بماذا؟ بتهمة هو بريء منها يصرون يصرون فيكذبون ويفترون عليك ويفترون على كل من يناصرك في الحق يذكر الشيخ ربيع يقول يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء وأعضاء شبكة سحاب السلفية هنا يا أخوة في بلدنا هؤلاء الأغمار الحدادية يفترون على قناة النصيحة الفضائية افتراءات وأكاذب بعضهم يفتخر ويقول أنا بفضل الله استطعت وتمكنت من مسح قناة النصيحة في كذا بيت لكن لم يمسح القناة العلمانية وقناة الفسق والفجور لكن تمكن من مسح قناة النصيحة التي تبث الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ووالله لا أعلم على وجه الأرض اليوم قناة أنضف من قناة النصيحة الفضائية سوى قناة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف السنة النبوية لا أعلم قناة أنضف من قناة النصيحة مع أنها قناة البشر لا تخلو من خطأ لا ندعي العصمة وإلا نتحرى الصواب ونتحرى موافقة منهج السلف إلا أننا بشر يا أخوة نقع في خطأ أما أن نقصد الخطأ أو نقصد مخالفة منهج السلف حاشا وكلا ونعوذ بالله من هذا ومع هذا الحدادية يفترون علينا ويسرون على إلصاق التهم يفترون عليك ويسرون على إلصاق التهمة بك ومن هذه التهم يا أخوة ما أخبرني به الشيخ أبو حمزة وغيره كذلك وغيره كذلك قلون أنك قلت أن كلام العلماء لا يضر كلام العلماء لا يضر كنت في بيت الشيخ محمد بن هادي حفظه الله فمما ذكره لي حفظه الله قال كلام العالم إذا لم يكن بحق لا يضر انظر إلى هذا القيد إذا لم يكن بحق لا يضر وهذا كلام حق كلام العالم إذا لم يكن بحق لا يضر وأنا نقلت هذا الكلام نصا وبهذا القيد فأحد المغرضين الحاقدين نقل هذا الكلام عني إلى العلماء أن أبا عبد الحق يقول كلام العلماء لا يضر وقولهم في الجرح والتعديل لا يقبل مهما عدلوا أو جرحوا هذا الكلام لا يقبل يا سبحان الله كيف تفتري عليه كيف لا تخاف الله جل وعلا أنا قلت قال الشيخ محمد كلام العالم إذا لم يكن بحق لا يضر ونعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إليه ولعل أن يكون بعضكم ألحا بحجته من بعض الحاكم يختصمون إليه قد يكون بعضهم ألحا بحجته من بعض إذا قضى لأحدهم بناء على قول أحدهم ولم يكن القضاء بحق لا يضره في آخرته أنت تأتي وتقلب الكلام وتفتري عليه وتنقل لأهل العلم وتصر على هذا الافتراو على هذا الكذب يقول كلام العلماء لا يقبل وقوله في الجرح والتعديل غير مقبول هذا افتراو كذب ولا يستحون ولا يخجلون ينقلون هذه الأكاذب والافتراءات وهذا ديدن والشأن وحال الحدادية يا أخوة أنهم يفترون على قال الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء ونقول والله نعم هذا ليس خاصا بالشيخ ربيع بل هذا أيضا نلاحظه في ديارنا في بلدنا يفترون علينا ويفترون على قناتنا يفترون على مساجدنا وعلى طلابنا وإخواننا ويرموننا بما ليس فينا ويقولوننا بما لم نقله وينقلون عنا أشياء والله نحن منها براء قد قلنا قولا بقيد يحذفون القيد وينقلونه قد قيدنا شيئا ينقلونه إطلاقا بدون قيد قلنا شيئا خاصا يعممونه وهكذا ولا يخافون الله جل وعلا إذن من صفات الحدادية الافتراء وإذا ألصق بك تهمة انتهى الأمر مهما تبرأت منه ومهما قلت أنا لم أقل هذا هم يسرون على إلصاق هذه التهمة بك ونسأل الله العافية فيقول قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر من مخازهم فهم أشدوا ضررا على الدين وأهله وأبعدوا عن شرائع الإسلام من الخوارج الحروري ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم وسيم النفاق فيهم أظهر طيب ذكر آية النفاق ثلاث فهؤلاء الحداديون الكلام للشيخ حفظه الله فهؤلاء الحداديون يشابهنهم في ماذا؟ في الكذب والتصديق الكذب والتكذيب الصدق نعم في الكذب وتصديق الكذب وتكذيب الصدق فهناك مقالات وأقوال صادقة قائمة على الكتاب والسنة كذبوا مضمونها وردوها الوجه العاشر التدرج الماكر على طريقة الباطنية التدرج الماكر على طريقة الباطنية وإن كنا لا نرى أنهم باطنية لكن نرى أنهم شابهوهم في التدرج والتلون نعم كيف هذا التدرج الماكر؟ فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء ويرون أن من خالفهم فقد كذب الإسلام وكذب القرآن والسنة ونسف الإسلام ويدعون إلى تقليدهم بحماس فما ظنوا أنهم قد قوي ساعدهم واشتد عودهم أعلنوا عليهم الحرب وسفهوا أقوالهم وجرأوا عليهم الأوغاد هكذا يا أخوة شيئاً فشيئاً جرأوا عليهم الأوغاد وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية يبدأون بالتظاهر باحترام الإمام بن باز إلى بن تيمية ثم يندرجون بالأغرار شيئاً فشيئاً إلى أن يعتقدوا أنهم قد أحكموا القبضة عليهم يبدأون في إسقاط العلماء بطريقتهم الماكرة واحداً تلو الآخر إلى أن يصلوا إلى بن تيمية ثم وهكذا نعم وهذا أيضاً من سماتهم سمات الحدادية الوجه الحادي عشر التعاون بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب والفجور والتأصيلات الباطلة التعاون بينهم الحدادية تعاون فيما بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب والفجور والتأصيلات الباطلة يقول رب العزة أتواصوا به بل هم قوم طاهم أحيانا أحدهم يفكر في التوبة والرجوع والأوبة ولكن ما إن يسمع به البقية سرعان ما يذهبون إليه ماذا تفعل؟ ماذا تنوي أن تقوم به؟ أنسيت العهد الذي بيننا نحن مجموعة نحن شلة إما أن نهلك جميعا وإما أن نحيا جميعا ما لك وحدك أن تقوم بهذا الأمر فالتعاون بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب هم فيما بينهم هكذا تماسكوا فيما بينهم يا أخوة ما يتركون مجالا لمن يريد أن يتوب ويأوب نسأل الله العافية الوجه الثاني عشر المكابرة والعناد المكابرة والعناد والإصرار على الباطل والتماد فيه والجرأة العجيبة على تقليب الأمور على تقليب الأمور بجعل الحق باطلا والباطل حقا والصدق كذبا والكذب صدقا وَجَعْلِ الْأَقْزَامِ جِبَالًا وَالْجِبَالِ أَقْزَامًا نعم والله هذه صفاتهم وهذا الذي يقومون به يا أخوة الأقزام الذين لا يعرفهم أحد الحدادي يريدون أن يعظموا هؤلاء ويجعلهم جبال من فلان من هذا الصغير الذي لا يعرف أحد لا يا أخي هذا لا تنظر إلى صغر السن هذا غيور على الدين هذا حريص على المنهج السلفي وما بال هذا العالم الذي أفنى عمره في خدمة المنهج السلفي والدعوة إلى الترحيد والسنة لا لا هذا فيه شيء من التساهل هذا قال كذا هذا فيه كذا عمره قضى في خدمة التوحيد والسنة لا هذا غير مقبول أبداً أما هذا الصغير الغر هذا غيور على المنهج والسنة هذا منهج الخوارج يا أخو منهج الخوارج ما كانوا يرضون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه كانوا يرون أن علي بن أبي طالب منحرف مميع متساهل مفرط ولكن هؤلاء الخوارج هؤلاء أبطال ورجال ومجاهدون غيرون على الدين وعلى الإسلام وهكذا اليوم يا أخوة يجعلون الأقزام جبالاً والجبال أقزاماً وهذا حال الحدادية ونسأل الله العافية وهذه الأمور التي قرأناها يا أخوة يدل بعضها فضلاً عن كلها على أن هذه الفئة ما أنشئت إلا لحرب السنة وأهلها ما أنشئت إلا لحرب السنة وأهلها مما يؤكد هذا أنك في هذه الظروف العصيبة في هذه الظروف العصيبة والمحنة الكبيرة التي تكالب فيها اليهود والنصارى والفرق الضالة على السنة وأهلها تجد هذه الفئة في طليعتهم في هذه الحرب الشرسة وأشدهم حرباً حيث لا شغل لهم ولا لموقعهم المتخصص للفتن إلا حرب أهل السنة ومنهجهم وأصولهم وحرب موقعهم السلفي الوحيد الذي يرفع راية السنة ويدب عنها وعن أهلها هذا هو الواقع وهو المشاهد الملاحظ يا أخوة هذه الفئة شغلهم الشاغل محاربة أهل السنة والجماعة في بلدنا هذا يا أخوة الحدادين يرون أن أشد الناس خطراً على السلفية في إقليم كردستان هو عبداللطيف إذا وصلوا إلى هدفهم الخبيث عند العلماء لإسقاط عند العلماء ارتاحوا وانتصرت الدعوة السلفية وانتشرت الدعوة وفاز المسلمون وانقمعت البدع والمبتدعون بمجرد ماذا؟ السقوط أبو عبد الحق سعيهم الحثيث لهذا لا يفكرون في شيء آخر والله لا نرى لهم جهود سعيهم لهذا يسعون لهذا الخوارج ما يكرهون أحداً مثل ما يكرهون دعاة التوحيد والسنة وكذلك الحدادية ما يكرهون أحداً مثل ما يكرهون دعاة التوحيد والسنة الآن عند الحدادية أبغض الأشياء إليهم قناة النصيحة أبغض الأشياء إليهم قناة النصيحة وأبغض الدعاة إليهم أبو عبد الحق كم كذبوا علي كم افتروا علي كم قلبوا الأمور وكتبوا أوراقاً إلى العلماء أبو عبد الحق يقول كذا قال كذا قال كذا في مقابلة قال كذا قال كذا قلبوا الأمور ونقلوها 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 لعلهم يصلون إلى النتيجة طيب هب أنني سقطت من المستفيد من المستفيد استفدتم تستفيدون تنتصر الدعوة السلفية تنطلق أنا العائق في وجه الدعوة السلفية في هذا البلد وإلا أنتم انطلقتم أحراراً وانطلقتم دعاةً مجاهدين في سبيل الله فهكذا يا أخو الخوارج رأوا أن علي بن أبي طالب هو العائق الأول إذا قتلوه انتهى الأمر فازوا وأفلحوا والحدادية رونا أن علماء أهل السنة إذا أسقطوهم انتصروا هؤلاء هم العائق هم العائقون في وجه الدعوة فلذا شغلهم الشاغل يشتغلون على هذا الأساس يذهبون إلى هذا الشاب إلى هذا إلى هذا أتعرف أسمعت أتدري ماذا قال في المقابلة الفلانية أما سمعت أما بلغك وما ينقلون الأمور على حقيقتها يقلبون الأمور ويبترون الكلام ينقلون جزء الشيء يفسرونه على ما يريدون يقنعون الناس بأن شر الناس والعائق في وجه الدعوة دعوة التوحيد والسنة هو فلان وقناة كذا وكذا هؤلاء هم الحددية يا أخوة فاعرفوهم ولا ندع العسمة ونحن بشر ولنا أخطاء ورحم الله ورأة أهدى إلينا عيوبنا من منا لا يخطي يا أخوة لكن الواجب علينا النصيح التناصح فيما بيننا يا أخو نتناصح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصي يا أخوة تعال انصحني لا خير فيك إن لم تنصحني ولا خير فيه إن لم أقبل منك أما أنك تتبع العيوب والزلات وتضخمها وتفتري علي وتلصق بي تهما أنا بريء منها وتسعى في إسقاط إخوانك وتفرق بين السلفيين وتشغلهم بأنفسهم هذا ليس من الدين ولا من السلفيتي في شيء يا أخو فلنحذر يا أخوة هذه الفئة الخبيثة ولنكن إخوة متحابة إن رأى أحد في أخيه عيبا نصحه وأقامه وقومه وأخذ بيده أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هكذا فلنكن يا أخوة أما أن نتربص يتربص بعضنا لأخيه لبعض وهكذا نتصيد الأخطاء ونتجسس على بعضنا البعض هذا ليس من السلفيتي في شيء حقيقة من المستفيد إذا أسقط أخاك وأنت تدري أنه يدعو إلى ما تدعو إليه ينصر ما تنصره يريد نصرة دين الله توحيد توحيد الله عز وجل يريد تحقيق السنة وقمع البدعة يدعو إلى منهج السلف يحذر من البدع وأهلها إذا وقع فيه الخطأ انصحه يا أخي أما أنك تفتري عليه هذا ليس من السلفي هؤلاء ليس سلفيون فلا نغتر بتسترهم ببعض العلماء أبدا لا نغتر بهذا لا نغتر بطول اللحة ولا نغتر بتقصير الثوب كما أننا لا نغتر بعبادة الخوارج فقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وهكذا الحداد يا أخ لا نغتر بمعسول كلامهم نكون إخوة متحابين متعاولين متعاضدين فيما بيننا ندعو إلى عقيدة أهل السنة نركز على توحيد الله وسنة رسول الله نخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا هو الأصل أما أنني أنسى هذه الأصول كلها وأنشغل وأسعى غاية السعي كيف أسقط فلانا الذي يدعو إلى دين الله ويسعى على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ليس من الدين يا أخ فلنحذر هؤلاء ونحذر إخواننا منه ونسأل الله حسن الختام ونسأل الله الإخلاص ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبرك الله فيك ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين